بحث وزير الكهرباء والطاقة البتجددة محمود عسمة مع وفد من البنك الدولي أوجه الشراكة والتعاون وتنفيذ برامج التنمية والدعم في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض وزير الكهرباء آخر المستجدات فيما يتعلق بمراجعة نموذج التنبؤ بالأحمال وإعداد خطة للتوسع في قدرات التوليد وكيفية التقييم الفني والاقتصادي لبداء التخزين الطاقة كما تم استعراض استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة لضمان تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر والتي تم تحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة